أعزائي المتعلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لاستعراض عناصر ومكونات تقويم تشخيص الخاص بمادة الجغرافية للسنة الثانية بكالوريا جميع المسال إذن نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول إذن المطلوب أعزائي المتعلمين هو ضع أو ضع علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة إذن لديكم بعض العبارات إذن أربع عبارات أساسية إذن المطلوب منكم هو أن تقرأوا هذه العبارات قراءة جيدة ومتمعينة ومتأنية قبل طبعا الإجابة بصحيح أو خطأ إذن فالإجابة تتطلب نوعا من التأني وأيضا التركيز إذن العبارة الأولى منطوقها العالم العربي مفهوم جيو سياسي يشير إلى الدول المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية وعددها 22 دولة ذات قواسم مشتركة العبارة الثانية تتميز الموارد الطبيعية بالمجال المغربي بالوفرة والتنوع ثم العبارة الثالثة يقصد بالمنظومة المائية مختلف الموارد المائية السطحية والباطنية ثم العبارة الرابعة والأخيرة يتركز معظم سكان المغرب بالشمال الغربي من البلاد ننتقل بعدها إلى السؤال الموالي إذن المطلوب هو صل أو صلي بسهم بين العبارة الواردة في الخانة ألف وما يناسبها في الخانة با إذن لديكم عبارات في الخانة ألف وعبارات أخرى تقابلها في الخانة با إذن هذه العبارات قد تكون إما مفاهيم أو مصطلحات ذات دلالة أو مدلول جغرافي إذن لدينا هنا أولا الكثافة العامة للسكان ثم الهجرة ثالثا مؤشرة مئة البشرية وأخيرا الهجرة السرية بالنسبة للخانة با نقرأ العبارة الأولى إجمال السكان مقسوم على المساحة نسمة في الكيلومتر المربع العبارة الثانية حركة تنقل الأفراد بين أو من دول الجنوب نحو دول الشمال وتتم بطرق غير قانونية أو غير شرعية العبارة الثالثة حركة تنقل السكان من مجال جغرافي إلى آخر ثم العبارة الرابعة والأخيرة مؤشر تركيبي لثلاث مؤشرات فرعية وهي الدخل الفردي أمد الحياة ونسبة تعليم الكبار ننتقل بعدها إلى السؤال الموالي إذن مطلوب دائما وضع أو ضع علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة إذن بالنسبة للعبارة الأولى منطقها الجهة وحدة ترابية لمركزية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي إذن تحددون هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ العبارة الثانية قسم المغريب سنة 1971 إلى سبع جهات اقتصادية العبارة الثالثة يعتبر الإنصاف الاجتماعي إحدى المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني ثم العبارة الرابعة والأخيرة تعتبر الديمقراطية والمشاركة الفاعلة إحدى الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني نمر بعدها إلى السؤال الموالي إذن المطلوب دائما هو صل أو صلي بسهم بين العبارة الواردة في الخانة أليف وما يناسبها في الخانة باء إذن في الخانة أليف لدينا التهيئة الحضرية ثانيا التهيئة الريفية ثالثا مخطط المغريب الأخضر ورابعا وأخيرا مخطط التسريع الصناعي بالنسبة للخانة باء نقرأ العبارة الآتية العبارة الأولى مجموع التدخلات العمومية الرامية إلى تنمية العالم القرهوي العبارة الثانية مجموع التدخلات العمومية الرامية إلى تنمية الوسط الحضرية ثم بعدها العبارة الثالثة استراتيجية لتنمية القطاع الفنح وأخيرا العبارة الرابعة استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي نواصل بالسؤال الموالي أعزاء المتعلمين المطلوب هو ضع أو ضعي علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة يقصد بالخصاص المائي النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة بشكل لا يلبي حاجات السكان والأنشطة الاقتصادية العبارة الثانية يعني بالتصحور تدهور الأراضي الزراعية والرعاوية نتيجة لعوامل بشرية ثم العبارة الثالثة ترتفع نسبة تمدين في أغلب دول شبل الجزيرة العربية ثم العبارة الأخيرة يقصد بترييف المدن انتشار مظاهر الحياة الريفية داخل المدن السؤال الموالي إذن أوصلي بسام بين العبارة الواردة في الخانة أليف وما يناسبها في الخانة أليف في الخانة أليف نجد الساكنة النشطة إذن ما الذي نقصده بالساكنة النشطة ثم القوى العاملة ماذا تعني القوى العاملة ثم العمالة الوافدة وآخرا بنية عمرية بالنسبة للخانة باء توزيع سكان بلد ما حسب فئة الأعمار صغار شباب وكل ثم شيوخ العبارة الثانية ليد العاملة الأجنبية في بلد ما ثم في الخانة أو بالنسبة للعبارة الثالثة إجمال السكان في سن العمل باء بين 15 إلى 64 سنة سواء كانوا يمارسون عملا أو يبحثون عنه ثم أخرا ليد العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية السؤال الموالي إذن مطلوب هو وضع أو ضع علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى يبلغ احتياط الدول العربية من النفط الخام 56% من الاحتياط العالمي العبارة الثانية سهمت عائدات النفط في تنظيم المجال ودعم جهود التنمية في العالم العربي ثم العبارة الموالية تعتمد الدول العربية النفطية على اليد العاملة الوطنية بالأساس أما العبارة الأخيرة فمنطوقها بروز المجتمع للسيلاكي البذخي إحدى التحولات الناتجة عن تدفق عائدات النفط في الأقطار العربية النفطية السؤال الذي يليه إذن مطلوب هو دائما أو صلي بسام بين العبارة الوردة في الخانة أليف وما يناسبها في الخانة با إذن في الخانة أليف لدينا اتحاد المغرب العربي مجلس التعاون الخليجي تكتل إقليمي وأخيرا تكامل إقليمي في الخانة با نقرأ تأسس سنة 1989 تأسس سنة 1981 ثم لدينا هنا العبارة الأتية اتفاق دول متجاورة من أجل تطوير التعاون فيما بينها في مجالات مختلفة وأخيرا اتحاد جهوي يضم دولا عديدة ذات مقاومات مشاركة لتعاون في مختلف المجالات السؤال الموالي ضع أو ضعي علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى يعتبر الاندماج الإقليمي آلية للتبادل والتكامل بين القارتين الإفريقية والآسيوية إذن هل هذه العبارة صحية أو مخاطئة؟ العبارة الثانية تعتبر المبادلة التجارية بين العالم العربي وإفريقيا هامة العبارة الثالثة يمتد العالم العربي داخل القارتين الإفريقية والآسيوية وأخيرا تواجه دول العالم العربي وإفريقيا وأسيا تحديات مشاركة السؤال الذي يليه أو السؤال أخير عفوا أعزائي المتعلمين إذن هنا المطلوب هو صل أو صليب سام بين العبارة الوردة في الخانة أليف وما يناسبها في الخانة بأ إذن في الخانة أليف لدينا شركة متعددة الجنسية خسخصة ثم اقتصاد السوق وأخيرا العولمة في الخانة بأ نقرأ العبارة الأولى والتعريف الأول اقتصاد مبنية على المبادرة الحرة وقانون العرض والطلب ثم العبارة الثانية شركة ذات رأسمال ضخم عابرة للحدود والأوطان العبارة الثالثة مرحلة متقدمة في تطور النظام الرأسمالي والعبارة الأخيرة تفويت التملك والتصرف في قطاعات عمومية لشركات الخواص إذن هذه أعزائي المتعلمين مكونات وعناصر تقويم تخيصي الخاص بمادة الجغرافية للسنة الثانية بكالورية جميع المسالك إذن أتمنى أن تكون هذه الحصة أعزائي المتعلمين مفيدة وماتعة في الآن نفسه وأن وفقها في تبليغ مضامينها وعناصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي أسئلة والاستفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حينه بحول الله وأشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مساركم الدراسي وألقاكم في الحصة القادمة والتي طبعا سنتناول فيها صحيح عناصر هذا التقويم التخصي فإلا ذلكم والحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته